برحب بحضراتكم من جديد اول اخبارنا يعني زي ما حضراتكم متعودين بيكون اخبار خاصة اخبار اعتقد ان بيكون مصدقيتها عالية جدا الحمد لله تكاد تكون 99.5% من الحقيقة اللي احنا بنحاول دايما نقولها لحضراتكم الحمد لله لما بنقول حاجة بنقول بمستندات باخبار بمصادر بنجيب لحضراتكم كل ما هو جديد وبالتالي اول خبر موجود معايا النهاردة من داخل النادي الاهلي فاكرين من فترة قلت ان في بيراميدز هيسعى الفترة اللي جاية انه يتعاقد مع لعيبة لعيبة خبرات لعيبة دولية لعيبة تقدر ان هي تتعاون مع اللعيبة اللي موجودة في بيراميدز الوقتي وتحقق لهم بطولة الدوري وبطولة افريقيا زي ما كلام مسؤولي نادي بيراميدز في المطامر الصحفي الاخير من تقديم رمضان صبح انهما بيسعوا الموسم القادم الى تحقيق الدوري المصري الممتاز وايضا تحقيق البطولات الافريقية من حيث لو تأهلوا لدول الابطال او لو كملوا فيها الكونفيدرولية الموسم القادم وهو بالتالي بيراميدز زي ما بيقول لحضراتكم الخبر هنقرأه وبعكده هشرح لحضراتكم الخبر يمكن خاص بينا هنا في نمبر وان علي معلول يرفض التفاوض مع بيراميدز وهتمسك بالاهلي نادي بيراميدز توصل لعلي معلول يتكلم معاه وفي نفس الوقت بدأ يجي الصنابط حاول ان هو يعرف المقابل المادي اللي بيحصل عليه علي معلول وحاول كمان يعرف العقد بتاع علي معلول في ايه بالضبط هل فيه اي صغرات هل فيه اي حاجة ممكن نادي بيراميدز يستند عليها تساعده ان هو يتعاقد مع علي معلول علي معلول كلامه كان واضح وصريح لمن حاول في نادي بيراميدز انه يتفاوض معاه او انه يجس نبضه وقال له حاجتين قال له انا عادي في النادي الاهلي عندي سنتين غير الموسم القادم وانا ما عنديش اي شروط جزائية وكمان انا متمسك بالنادي الاهلي وحابب اني اكون موجود في النادي الاهلي وبكده يكون افل الباب من اساسه ومن اصله قدام بيراميدز في جس النبض ومحاولة التفاوض مع علي معلول علي معلول موجود عند حضراتكم اسألوه واعتقد ان هو احسن واحد ممكن يجاوب على الكلام اللي انا بقوله من الزمالك للاهلي ولكن هي صفخة مزدوجة ما بين الزمالك والاهلي والطرف التالت هو لاعب من بيراميدز رجب بقار نادي الزمالك بيكثف مفاوضاته لدم رجب بقار بعد عودة مفاوضات النادي الاهلي لضمه طيب ايه اللي بيحصل مع رجب بقار رجب بقار احشح لحضراتكم الوضع رجب بقار ماضي على عقود انضمامه لنادي الزمالك لكن العقود ولا ليها اي قيمة بالنسبة لللاعب لو النادي ما طلعش اللي استغنى باسم النادي اللي اللاعب هيروح له يعني استغنى تنادي بيراميدز اللي هيطلعها على رجب بقار لو مش موجهها لنادي الزمالك يبقى العقود دي ولا ليها لازمة اللي رجب ماضيها لنادي الزمالك وبالتالي الاهلي دلوقتي عارف ان رجب بقار ماضي عقود للزمالك لكن هو عارف ان هي ولا تعني اي شيء وبالتالي الاهلي رجع مرة تانية اتكلم مع رجب بقار علشان يحاول ان هو يضمه الموسم الجديد لكن في نفس الوقت اللي الزمالك حس ان الاهلي بيكلم فيه رجب بقار رجع مرة تانية يكسف مفاوضاته مع بيراميدز ومع اللاعب علشان يقنعه ان هو يتمسك بنادي الزمالك وان النادي بيراميدز ما يبيعش اللاعب الا النادي الزمالك هنفضل في السراع لحد نهاية الموسم رجب بقار اهلي ولا زمالك هنحاول نعرف بدري وهنحاول نقول لحضراتكم لكن الوضع الحد الوقتي هو ان اللاعب ماضي عقد في الزمالك والاهلي يتفاوت مع اللاعب يضمه في نهاية الموسم خبر التالت هو خبر ايضا مهم جدا جدا بالنسبة لجمهور النادي الاهلي خبر ايضا خاص بينا هنا المقصة ومحمد ابراهيم يوافق على بيع اللاعب للاهلي بشرط مساواة العرض المالي مع عرض نادي بيراميدز نركز كده مع بعض ونفهم ايه اللي بيحصل بيراميدز هو حق مشروع طبيعي جدا جدا ليه انه هو يحاول يتعاقد مع كل اللاعب السوفر اللي موجود كل اكل طالما يعني يتوفر المقابل المالي والمادي اللي هتعاقد به مع اللاعب سواء للنادي او سواء لللاعب فهو حر لكن رغبة اللاعب في انتقاله للاهلي او بيراميدز دي ترجع لللاعب ما ترجعش للنادي ولكن النادي هنا بتكلم على ان نادي جاي له عرضين عرض مثلا برقم كبير وعرض تاني برقم اقل طبيعي جدا انا هيوافق بالعرض الكبير زي ما حضراتكم عارفين نادي المقصة يمكن بعض الظروف المالية بيمر بيها فهو محتاج مقابل مادي كبير علشان يستفيد من قيمة اللاعب في صرف المستحقات اللاعبة في عقود اللاعبة في كلام كتير جدا عارفينه في حيثيات كرة القدم ولكن نادي مصر المقصة تكلم مع محمد ابراهيم ومحمد ابراهيم يمكن رغبته هي الانتقال الى النادي الاهلي ولكن المقصة تكلم مع محمد ابراهيم وقال له شرطك عشان تروح النادي الاهلي لازم النادي الاهلي يبعت عرض مساوي لعرض بيراميدز يعني لو بيراميدز بعت 3 مليون دولار لازم الاهلي يبعت 3 مليون دولار لو الأهلي ما بعتش نفس القيمة المالية اللي فيراميدز بعتها لنادي مصر المقصة محمد إبراهيم لن ينتقل إلى النادي الأهلي ويكونوا قدامه خيارين إما يبقى في مصر المقصة أو ينتقل إلى نادي فيراميدز علشان يبقى لاعب من الموسم الجديد ده آخر تطورات موضوع محمد إبراهيم من إيه تزاد بكل الكواليس اللي موجودة يعني من الآخر محمد إبراهيم عشان ينتقل إلى النادي الأهلي لازم عرض مساوي من الأهلي زي فيراميدز عشان نقفل الموضوع ونبقى عارفين كلام كتير في الموضوع لا هيودي ولا هيجيب كده الأخبار الخاصة خلصناها مع حضرتكم هنروح بقى للأخبار المحلية والعالمية اللي تمت من خلال مطشاط أو مطش في بطول